في المعارك الكبيرة قوي زي المعركة اللي بتدور دلوقتي بتبقى فيه أطراف واضحة في المعركة المقاومة ووراها دعم كل الشعوب العربية والإسلامية والأحرار حتى لو يساريين وماركسيين وإسرائيل ووراها كل الحكام الغرب أمريكا نفسها بتحارب دلوقتي البيت الأبيض الأمريكي بيقود المعركة دلوقتي بيقودها رسمي يعني لكن دايما فيه طرف ثالث في أي معركة الطرف الثالث ده أصطلح على اسمه أو الناس تفعوا سموه اسم الطابور الخامس يعني إيه الطابور الخامس؟ يعني حلفاء للعدو في قلب المعسكر التاني يعني هبسطها لك هناك حلفاء لإسرائيل داخل العالم العربي لكن أبل ما أقولك هم مين دون وبيعملوا إيه عشان أثبت لك أنه هما طابور خامس؟ خليني الأول نحكي إيه حكاية الطابور الخامس؟ يعني إيه طابور خامس؟ إذا كنت مسلم زي حالاتي صلى النبي إذا كنت مسيحي ما تجد سيدك في التلاتينات قامت حرب أهلية في أسبانيا بسبب النزاع على السلطة هناك كان الطرف الأول جمهوريين بيحكموا ما سموا في الوقت ده بالجمهورية الثانية الأسبانية وعلى الطرف الثاني كان فيه العسكريين عايزين يعملوا انقلاب عسكري عليهم بقيادة الجنرال السفاح فرانكو وإيميليو مولا ده فرانكو ده هو ده واحد من جزارين العالم دول وده واحد من الجزارين اللي أنجبتهم البشرية ده فرانكو واللي بعده مولا إيميليو مولا ده اتحركت قوات الانقلاب العسكري وزحفت في أربع طوابير إلى العاصمة مدريد عشان تستولي على المدينة قبل ما يوصلوا لمدينة مدريد طلق الجنرال إيميليو اللي أنت شفتوا في الآخر ده وخطب خطبة بقت واحدة من أشهر الخطب في التاريخ قال فيها إننا لا نحارب بأربع طوابير عسكرية فقط اللي أنتوا شايفينهم دول أربع طوابير عسكرية ولكن هناك طابور خامس متخفي يعمل لصالحنا داخل مدريد ويساهم في النصر آه ما تقوليش أنت جايلي بأربع طوابير لا يا معلم دول أربعة دول أنت شايفهم ده فيه طابور خامس بقى بيلعب جوه البلد اللي إحنا هنفتحها دي الطابور الخامس ده بيساهم في المعركة الخطبة دي كانت واحدة من وسائل زعزعة معسكر الجمهوريين وانقسم المجتمع داخل مدريد والجمهوريين وتسببت في النهاية في انتصار الانقلاب العسكري وقعد بقى عمنا يا فرانكو ده يحكم أسبانيا بالديكتاتورية والحديد والنار لحد السبعينات فهمنا دلوقتي مين الطابور الخامس هو الطابور الموجود داخل بلدك اللي بيلعب لصالح العدو تب بيلعب ازاي وإيه طريقة اللعب واحدة واحدة بقى مشي تجيت واحدة واحدة الطرف التالت ده أو الطابور الخامس اللي في قلب بلدنا العربية واحد من وسائله هو الإعلام اللي تقدر تقسمه في المعركة لثلاث أصناف إعلام منافق بيرت بره للحكام فشلهم وتخزلهم في نصرة غزة وفيه بقى الإعلام الصهيوني اللي هو بيتبنى الرواية الصهيونية ولا كأنه إيدي كوين وانبارح أقول لك فيه فرق بين اليهودية وبين الصهيونية اليهودية دين ديانة زي أي ديانة الصهيونية عقيدة سياسية عشان تبقى يهودي لازم تروح المعابد والحاجات دي وتاكل الحلال بتاع اليهود وتلبس اللبس اليهودي والجودة لكن عشان تبقى صهيوني ويقدروا يتكون يهودي أصلا بايدن قال أنه صهيوني الصهيونية فكرة عقيدة سياسية فالإعلام بقى يعني ثلاث أصناف إعلام منافق يبرر للحلويات دي يبرر للتيس كل فشله سواء كان التيس ده بقى في مصر أو في الرياض أو في تونس أو في أي دولة عربية ده أول صنف من الطابور الخامس الصنف الثاني هو اللي بيتبنى الرواية الصهيونية الصنف الثالث هو إعلام خبيث بيقدم يعني إيه؟ إسرائيل ومخاططاتها لكن بطريقة خبيثة بروح خبيثة أنا هبسطها لك في الجرام ده عشان ما تطلق بطش مني الطابور الخامس الإعلام المنافق اللي هدفه نفاق الحكام وتبرير فشلهم ده أول نوع من الطابور الخامس الإعلام الصهيوني اللي هدفه تبني الرواية الإسرائيلية بالكامل فيه بقى الإعلام الخبيث اللي هدفه خدمة أهداف إسرائيل بطريقة غير مباشرة هما الثلاثة في النهاية بيقدموا الكنس لكن كل واحد له خلطته يعني المقادير بتختلف هو أنت بتروح مكدونالدز تاكل زيه زي كينتاكي أو زي هارديز لا كل واحد بتشرب قهوة هنا زي هنا زي هنا كل واحد له خلطة بتاعته خلينا ناخد أمثلة على الطبخات دي وخلينا نبدأ بالإعلام الأول قلنا الإعلام المنافق اللي بيبرر لي الحكام تخزلهم مثلا غزة متضمارة وكل يوم فيه مشاهد تقطع القلب ما تقدرش تكملها لكن في عز الحزن والضمار ده يطلع التيس يعمل موسم ترفيهي في الرياض وتنتشر مشاهد لرقص السعوديين والسعوديات قصاد مشاهد بكاء أهل غزة وسرخهم زي الخبر ده كده خمسمائة شهيد وجريح بمجزرة إسرائيلية مروعة في مخيم جباليا قسما بنلاقي انت لا تستطيع انك تكمل فيديو منهم أنا شخصيا ما قدرت الصبح أكمل اسمه إيه ده يعني فيديو خلاص؟ ده في غزة إلعب الفيديو واحد تاني شاف اللي حاصل هو في البيوت مهدمة جاي يحكي من جباليا على الجريمة دي خانشوا في شاهد العيان ده ننطل لكم أصورة الآن من قلب مخيم جباليا مجزرة كبرى جديدة تحدث الآن في قلب المخيم يتحدث عن قرابة 30 بيت أو 40 بيت جميعهم أشهاء هذه المنطقة الآن من خلف في كل مكان جدت للشهداء الكل يبحث عن دويه نحن نتحدث عن مربع سكني كبير جدا في مخيم جباليا في مغرب ترانس هذا هو المحسن العشرات والعشرات من الشهداء الكل يمسل شهداء في هذا المكان نترك لكم أصورة من خلف المكان بس في نفس الوقت اللي كان فيه مشهد جباليا بالشكل ده المجزرة دي كان فيه مشهد تاني حاجة تانية خالص في بلاد الحرمين الشريفين كان فيه مهرجان الرياض اللي هو ده الحقيقة أنا معرفش الآية دي الآية اللي هقولها دي في أنهي صورة في القرآن الكريم ولا أعرف أقولها نصا بس أعرف أقول المعنى بتاعها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا أنا معرفش الآية تقدروا تزبطوها أنتو لما تقرأ في تفسير الآية دي خلاص مش مهم يا ريض أنا مش الشيخ على صمت الليما ولا جمال عب سطار لما تقرأ تفسير الآية دي تجد حاجة غريبة جدا أنه قتل نفسي بغير نفس مش دوري أنك أنت تروح تقتله لأنه عكسها صحيح أنه من أحيا نفس فكأنه أحيا الناس جميعا قتل النفس هنا ممكن ممكن تشبك الآية دي مع الحديث بتاع الرسوع السلام أن المؤمنين كالبنيان المرسوس إذا تدعى عضو إذا اشتكى عضو تدعى له سائل الأعضاء يعني الوحدة الإيمانية في المجتمع المسلم مفروض تكون كده أنه إذا اشتكى عضو تدعى له سائل الأعضاء وأن قتل النفس مش معناها أنك أنت مسكت سكينة ورحت قتلت دا أو دا أو دا وإنما قتل النفس هو بالاشتراك في الجريمة نفسه إما بالقاتل نفسه أو بالتخطيط أو بالنية أو بالسكوت تخيل أن السعوديين دول اللي بيرقصه دول مسلمين آآ مسلمين وربما يكون اللي بيرقص دا هو اللي عمالي تنطب دا حافظ ست سبع أجزاء من القرآن الكريم ومتأكد أنا أنك لو قلت له حديث الرسول أنا مش حافظه دا هيقوله أحسن مني مليون مرة إنما هو دا المجتمع المسلم الآن فده في وقت ما فيه أطفال وفيه ناس متبهدلة في جباليا دا طالع في نفس الليلة بيرقص زي ما أنت شايف كده هو دا المجتمع المسلم اللي عايزات صحي مش اللي قال عنه الرسول المسافة بيننا وبين الإسلام كبيرة أوي هنا بقى ييجي دور الإعلام النفاق فيطلع مؤثر سعودي يتهم أي حد ينتقد المشهد دا أو ما يشاركش فيه زي الوديل اللي اسمه محمد سلام بأنه طابور خامس بيخون غزة والسعودية والأمة العربية اسمع؟ وضاع تشتعل في غزة لكن هل يمكن يكون للشيء هذا علاقة بموسم الرياف والطابور الخامس وبداية عملها الحقيقي وثقل السعودية في الساحة العالمية بعد عشرين ثلاثين أنا ليش أتكلم عن الموضوع هذا أساسا لأن فيه حادفة صارت قبل يومين تافهة نوعا ما الكثير يعتبرونها تافهة لكنها جدا مقلمة وسببت أضرار جدا كبيرة وهي جزء حقيقي من خطة الأعداء إسرائيل أمريكا وإيران خطتهم في هذه الحرب والمؤلمة كثير من الشعوب وكثير من الناس ما انتبهوا الموضوع أساسا ولا يعرفون أن هذا جزء من الخطة هذه الحادثة صد هي أفضل وسيلة عشان نشرح الواقع اللي قاعد يصير هي أفضل وسيلة الحادثة في واحد ممثل اسمه محمد سلام ممثل مصري سوى موقف البعض يعتبره موقف بطولي وألغى مسرحية له في موسم الرياض مسرحية في يعني دور له في مسرحية في موسم الرياض بس لأجل غزة البعض يعتبره جدا يعني بطل وما إلى بارك هذا الموقف حرفيا موقف جدا رخيص وملئ بالخيانة أنتم تتوقعون بأني أبالغ لما أقول مليئ بالخيانة كلمات هذي ربما تكون كبيرة موقف تافع جدا كيف خيانة كيف خيانة للأمة العربية مو خيانة للسعودية خيانة للأمة العربية السعودية ومصر والأردل العرب كلهم يعني اللي فعله محمد سلام خيانة للأمة العربية بس اللي فعله محمد بن سلمان ده شيء عزين اللي هو موسم الرياض يعني انت شفت المعايير اتقلبت ازاي اللي عمله محمد سلام انه مش قادر يطلع وبتاعه وبيعتز عن المصرحية مش قادر يدحك ويرقص عشان اللي حاصل في غزة دي خيانة للأمة العربية بينما اللي بتعمله السعودية من ملايين الدولارات عشان الهكس ده بقى خدمة لقضية الأمة العربية لا وايه الثقة اللي قاعد فيها والثقة في الكلام وبعدين ما تسألوش عن منطق يعني ما تقولوش ده بمنطق ايه يعني ما تقولوش بقى ده بمنطق ديني مش هتلاقيه يعني فيش منطق ديني يقولي اللي هو بيقوله ده صح طب بمنطق قانوني برضه مش هتلاقيه ما فيش قانوني يقوله بيقوله ده صح طب بمنطق انساني يعني نلاقي انتوني جوتريتش اللي هو أمين عام العم المتحدة اللي مش مسلم هنلاقي الوزير الأسبانية والأيرلندية والمظاهرات اللي كانت في لندن والراجل بتاع البرازيل اللي همه مش مسلمين أصلا بيكلمه منطق إنسان بينما يجي السعودي ده بنضارت وكده يقول لك هادي جدا جدا خليانة للأمة العربية دول أحفاد الشريف حسين ويجي إعلامي زي عمر أديب اللي بيخدم المصالح السعودية وولاقوا الأول والأخير طبعا للسعودية فيطلع يبرر إن الدنيا لازم تيمشي وإن الفن مش حرام اسمها عمر أديبي وليه في ناس عندها موقف من إنه فيه موسم فيه مباراة فيه احتفالات فيه هذا الأمر سيطول وابتدينا نشوف في أماكن كثيرة الناس شوية شوية بترجع لحياتها وبنشوف عدد من الفعاليات الفنية بترجع تاني في كثير من دول العالم العربي يعني مثلا وارد جدا أنت الكام أسبوع الجايين تشوف في أماكن أخرى من العالم العربي فن وأنا مش عارف إيه اللي في الفن أبيح أو إيه اللي في الفن غير راقي الأجندة دي يعني حاجة مخفية أنا ما عنديش أجندة أنا بتكلم بالمفتشر واضحة هو مش أجندة ولا حاجة ولا كلام من تحت الترابيزة أنا بقولك أنه الفن عمره ما كان شيء هبط طيب إذا كنت بتتكلم على المطربين دول إنهم يعني ما ظروفهم مش صعبة اللي وراهم بالمئات لا أولا يا عمره مبدئيا كده أنت عمر أجندة لأنك أنت أجندة تركي ومصر كلها والعيال في بوتون أمهاتهم والحطابين في الجبال عارفين أنك أنت جزمة ما فيش جزمة وبينبسش جزمة أنت شبشف في رجل تركي لكن القصة أنه لاحظت الخباسة بتاعت عمر واضح أنه دي بقى المخابرات السعودية فكرة أنه تضع الفن قدام كلمة حرام لأنه إبراهيم عيسى عملها فلما تتكرر تقني الجملة دي لا يبقى فيه مشكلة بقى يبقى فيه مصدر ليها إبراهيم عيسى يطلع يقولك إذا كنتوا شايفين في الفن حرام خلاص بقى والنهاردة عمر أديد بيقولها هو محمد سلام ما قالش أن الفن حرام وقطع لسان اللي يقول الفن حرام لأن اللي يقول الفن حرام ده يبقى بهيم بقرة ده حتى البقرة تسمع مزيكة ما حدش قال الفن حرام لكن فيه نوعية من الفن يا عمر ويا أبراهيم عيسى فيه نوعية من الفن ما يصحش ما ينفعش ما يجوز وسألت أنا سؤال واضح هل لو أن الملك سلمان طب ساكت دلوقتي كان مهرجان توركي ده يتعمل يطلع سعودي يقولك لا أص الملك سلمان حاجة تانية مش هي نفس مش هي نفس بشرية ولا الملك سلمان هيدفن في المريخ وبتوع جبالي هيدفنه تحت الرمال ما هي هي ما هي هي ملك مش ملك كله تحت كله آخر حفرة فيطلع السعودين يردوا عليه ويقولك لا أصي الملك سلمان ده ده موضوع تاني ليه موضوع تاني ما هو عند ربنا نفس بشرية عندك أنت بقى سيدك وتاج راسك ده موضوع يخصك عند ربنا عند الموت هيتلافف بفوتة ملاية بيضة ويتحط قطن في حتة وملت بلبوس وينزل التراب هو كده فهو السؤال لعمر قديم أولا بلاش تخلطه أو نفس فكرة تبريم إنسى إنه الفن حرام مين اللي قال الفن حرام لا وبعدين بخباسة يصدرلك أنت خدت بقى لك من الصورة ألا هات الصورة عمرة قديم كده هات الصورة أنت جايبها دي اللي هي بتاعات عمرة قديم يصدرلك إيه بقى وهو بيتكلم هاته الفيديو لا مش ديه مش اللقطة دي يكمل كمل كمل كده يصدرلك البوستر بتاع حفلة بليخ حمدي محاكم توركي قال شيخ لما اتهمناه هنا بإنه هجاس وتافه وإن ما يقدم على مسارح الرياض في البوليفارد تفاهى وأنت تعلم يا عمر إن أبوك عبد الحي أديب كتب أفلام عظيمة زي زي اسمه أي فيلم يوسف شهين ده اللي أنا نسيت اسمه باب الحديد وكتب امرأة على الطريق وكتب برضو أفلام هاكس يعني ولما تسأل والدك الله يرحمه ويحسن إليه هيقولك آه أنا ليه كم فيلم حلوين بس فيه أفلام تافه عثمان الجبار مثلا إيه عثمان الجبار يعني والدك ودي معروفة في الفن يعني أنا شخصي لأستاذ محمد خان يوما ما الساعة ستة خمسة صبح قال لي بالنص كده أنا لو مت دلوقتي في رحلة أفلامي عندي خمس ستة أفلام كويسين والباقي أي كلام ده عادي الفنان بيعمل حاجة فوق وحاجة تحت ففيه فن فوق وفيه فن تحت إنما حرام محمد سلمان ما جاب سنة حرام فما يقدم على مسارح الرياض بص شوف الخباسة يقولك إيه روائع بليك حمدي لأ محمد سلم ما كانش بيتكلم على روائع بليك حمدي كان بيتكلم على الفيديوهات اللي شفناها من شوية اللي هو الناس اللي طالعة ترقص والعري والجو ده يا معلم إنما روائع بليك حمدي ما تصدها ليش عايز يقولي يعني إننا بنقدم في البوليفارد فن حلو لأ مش حقيقي عارف ليه مش حقيقي لأنك في الآخر بتقطط على فن واحد ميت اسمه بليك حمدي من زمان من تلاتين اربعين سنة فعشان تجمل صورتك تجيب كم مطرب هم هم وتروح تعمل لهم إعادة لأعمال بليك حمدي هو البوستر موجود هو عرضه في القصة دي دي شغل النظم شغل التلات ورقات لا يستطيع بني آدم عائل بالغ راشد بيفهم لديه حس بشري كده يقول الفن حرام مستحيل مستحيل اللي كان بيقول الفن حرام الوحابيين اللي كانوا بشغلوك دول كان يقولك الغنى حرام والمزديك حرام والتمثيل حرام والراجل والست في الفيلم لازم يبقى وخصة كبيرة ليه لعانينا منها عندما يحمد السلام قال أنا مقدرش أطلع أدحك والناس بتموت ما جابش سيرة الحرام والحلال شوفوا مين في المقابرات السعودية بيحاول يدجل عشان يمرن محمد سلام داعشي بيحرم الفن شوف الدجل شوف النظم شوف خلط الأوراق لا فيه فن يا عمر بيتقدم وفيه فن لا ما يتقدمش في وقت معين وأنا ضربتلك مثل لو أن ترك الشيخ رصد الملايارات دي عشان يعمل عمل لفلسطين زي ما كنا بنعمل زمان في القاهرة الحلم العربي وغيرها محمد سلام هيروح ببلاش وعلى حسابه وهو فن إنما يروح يهزر وينكت ويعمل إفهات هو شاف إن ده ما يصحش دلوقتي زي كده لو طب سلمان طب ساكد دلوقتي هو قاعد هتوقفه كل الحفلات دي كلها هتوقف فبلاش دجل هو ده بقى الإعلام المنافق بينافق للتيس أنا أنا ما بقول تيس مش قصد أشتمه فيه رواية مشهورة اسمها حفلة التيس لماريو فاراجاسا ده وديه رواية مشهورة قوي عن ديكتاتور تيس هو سمت تيس فأنا ما بديقش يعمل ما باشتموش يعني فهو إعلام ينافق للتيس أي أن كان التيس ده ساكن فين عنوانه فين عنوانه الرياض تيس عنوانه القاهرة تيس ده الإعلام بقى اللي بيطلع ينافق في حفلة التيس فنلاقي نفسنا ببساطة أصد مشهد سريالي ناس بترقص أي كلام يعني بترقص أي حتة وناس بتموت برضو أي كلام للي بيرقص عارف وبيرقص على إيه ولا لدي دلوقتي ولا اللي مت عارف مت ليه بس الاتنين أي كلام احنا في مشهد سريالي عارف المدرسة السريالية آه هي بتاعة سلفادور ده ليه هو ده أنت ما تعرفش أنت ماشي وقع عليك تكيف أنا كنت ماشي عادي جدا الطاور بتاع التكيف وقع على دماغه هو ما يعرفش مات ليه بتوع جبال يا دول قاعدين لوحدهم لا بيحرب ولا بيتنايل ماتوا طب بتعليهم الصواريخ ماتوا تقطعوا اللي بيرقصوا في الرياض مش عارفين احنا بنرقص لي دلوقتي مناسبة بس بيرقصوا وبقى المشهد كده آه هذه مشهد لاثنين مع بعض فضل بارح كفت دفوها واليوم كفناها يا رب ما لغيرك لم نشك يا رب يا رب لم نشك ما لغيرك يا رب فينس من انه في موسم في مباراة في احتفالات في هذا الامر سيطول وابتدينا نشوف في اماكن كثيرة الناس شوية شوية الاجندة دي يعني حاجة مخفية انا ما عنديش اجندة انا بتكلم بالمفتشر واضحة هو مش اجندة ولا حاجة ولا كلام من تحت الترابيزة انا بقولك انه الفن عمره ما كان شيء هبط طيب اذا كنت بتتكلم على المطربين دول انهم يعني ما ظروفهم مش صعبة اللي وراهم بالمئات اللي بيشتغلوا في الموضوع ده بالمئات تعال اشوف الرياض لا لا يا عمر ما هو ما هو يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر انت زي ما قال عليك بس يوسف انت عمر فعلا ما هو بليك حمدي اللي انت هتحتافل بي ده لما جات تلاتة وسبعين عمل حاجات تلاتة وسبعين عمل حاجات للمعركة هو نفسه بليك حمدي يعني هو نفس الملحن اللي انت هتحتافل بيه ده اطبق القعدة لكل مقام المقال الراحة الازاعة مبنى التلفزيون المصري وبقى يبات هناك على سرير وهناك عمل حاجات وطنية رهيبة جدا تعمل تشحن الناس وتهيئهم للمعركة وتحسسهم بالقضية هو نفسه عبد الحليم حافظ اللي غنى جان الهوى جان هو نفسه اللي غنى البندقية اتكلمت الفن ليه مجالات ولوه اوقات ومش في كل وقت اقول اي حاجة من الاعلام المنافق ده ده الرياض في الطبور الخامس بقى من نفس النوعية دي الاعلام المنافق احمد موسى اللي بيبرر للسيسي ليه السيسي ما تحركش وبيقول يعني لو كان عندنا رئيس مدني كان هيعمل ايه يعني يسمع كده لو كان عندنا رئيس مدني النهاردة تبثيره كان ممكن يو يعمل ايه لا بأتكلم جاد على فكرة بأسأل السؤال بجاد انا بأتكلم بجاد والله بأتكلم بجاد ماذا لو كان يحكم مصر الان رئيسا مدنيا لا يفقى شيء في العسكرية ولا في الامن القومي ولا عنده فكرة في اي شيء ماذا لو والله بأضرح السؤال ده لحضراتكو على الهوى ماذا لو كنا تعملنا معنا في ده ازاي من يوم 7 أكتوبر لحد النهاردة كان وضعين ايه على فكرة يا ادخد على فكرة وانستنتشارش الرئيس وزراء بريطانيا ما كانش عسكري وقاد انجلترا للنصر شالد دي جول ما كانش راجل عسكري وقاد فرنسا في المقاومة للنصر ده هتلر نفسه ما كانس عسكري ده هتلر دخل مدرسة للرسمة وبتاعه فشل فيها وبات على الشوارع وبتاعه وبعدين ودو الجيش وبقاين طلع من الجيش عمل الثورة بتاعه وبقاين نجع يعني فيش حد فيه ما كان عسكري على فكرة ويلسون اللي قاد امريكا في الحرب عامل يقول لك ما كانش عسكري انت قاد مين اللي قالك انت تعلمت فين يا يحمد مين اللي قالك ان لازم البلد ياخدها ويقول لك وحد قالك انت بتعذر انت اهبل انت اهبل ودي مشكلة انك تطلع على الشاشة قري تويتر ياخي محدش فيهم كان عسكري تشرشل وقف في البرلمان الانجليزي ولندن بتتضرب بالطيرات والبرلمان كله ضد ان الحرب تكمل وتشرشل تحدى البرلمان وقال لهم هنكمل وهننتصر ولم يكن رجل عسكري ولا حاجة يعني ايه رؤية التاريخ ما كانوش عساكر نهائي ده العساكر اللي فيهم ما كانوش رؤساء ما كانش فيه يعني الجنرات الامريكان اللي انتصروا في الحرب العامات التانية محدش فيهم جاء يعني محدش فيهم بقى رئيس دولة الراجل ده ماك ايرسل ده ما بقاش رئيس ما بقاش رئيس امريكا خلاص خلص دوره وانتهى بيقولك ماذا لو انه لا واكتشف دور بقى طب انا هرد عليك سيبك من تاريخ انت جاهل انت اخرك ده حتى تاريخ الميز ما تعرفوش لكن انا هرد عليك ممكن نسمع الرد من لسان خالب مش علي عن الرئيس المدني ماذا لو انه كان فيه رئيس مدني دلوقتي احنا كان عندنا رئيس مدني مرة واحدة في حياتنا اللي هو الرئيس محمد مرسي رحمة الله عليه لما حصل الضرب بغزة الرئيس محمد مرسي تحرك وهنشوف بقى ازاي رئيس مدني في ايام الحرب مش مجرد بقى استخدام ورق الدولة ورق الضغط دولي وبدون ما يحرك جندي واحد خلينشوف خلينشوف ما شعب يليه قام الرئيس محمد مرسي بسلسلة من الإجراءات الشجاعة استدعى السفير المصري من تل أبيب واتصل بالرئيس أوباما الرئيس الأمريكي آنذاك وقال له هذا العدوان ينبغي أن يقف لأول مرة أوباما والرئيس الأمريكي يسمع هذه اللغة الصارمة هذا عدوان ينبغي أن يقف ثم قدم خطابه الشهير نهار الخميس الخامس عشر من نوفمبر ليقول غزة لن تقف وحدها لن نترك غزة وحدها وبالفعل كان سنداً لها تحركت المقاومة على أرض غزة بنفس الرئيس مرسي وبكل قوة مصر العظيمة رئيس وزرائه هشام قنديل إلى غزة يوم الجمعة السادس عشر من نوفمبر يا الله ما هذا المتغير رئيس وزراء مصر في أول أيام الحرب يذهب إلى غزة ليقول مصر بكل عظمتها وتاريخها مع شعب فلسطين ومع أهل غزة ثم يدعى اجتماع عاجل ده الرد على الجاهل أحمد موسى يعني تاريخياً أنا بقولك يا أحمد روح زاكر سيرة ستالين اللي ستالينجراد اللي لينينجراد اتحصرت مش مش أيام شهور وكان بيخود الحرب ستالين ومش عسكري ده كان مسجون قبله حتى روح إدريس سيرة تشارشل لم يكن عسكري روح إدريس سيرة الناس اللي قادوا أكبر حرب في العالم في البشرية أغلبهم مش عساكر يعني بس ويقول دولة لما كان قائدنا رجل مدني اتصرف زي ما قال السيد خلد مشعل كده وأقولك بقى على بالفيديو شوف الفرق بين لما كان عندنا حكومة أو نظام مدني ولما بقى عندنا نظام عسكري قادي الفرق ما بين هشام أنديل أو الدكتور هشام أنديل رئيس وزراء الحكومة وقتها لما كان ضرب غزة ودخل غزة وقادي النهاردة لما عندنا نظام عسكري رئيس وزراءنا قاعد عند الكيلو الكتيب المية واحد لا يستطيع ولا يجرؤ أنه يدخل غزة تفرج على اتنين دول أهم هشام أنديل اللي كان وزير موارد مائية دكتور هشام أنديل في النظام المدني دخل غزة الدكتور مصطفى مدبولي في النظام العسكري قاعد في سيناء عند الكتيبة 101 بيحضروا المسلسل الجديد إذن يا حضرات ده أول ناس من الطابور الخامس الإعلام المنافق اللي يبرر ويخلط الأوراق بأن الفن حرام أو الناس اللي شايف أن الفن حرام وأن الحياة تستمر وهو لا يستطيع أن يجيب ماذا لو أن الملك سلمان مات هتكملوا الليلة دي وبعد يطلق يقول لك لا أصد الملك سلمان ده الملك وعندنا بقى في مصر يجيو أحمد موسى يقول لك ماذا لو كان عندنا رئيس مدني ده إحنا كانت هتبقى مصيبة سودة قال يعني إحنا دلوقتي خربينها نيجي بقى للصنف الثاني للإعلام الصهيوني شفنا الإعلام المنافق الإعلام اللي بيروج بقى للرواية الصهيونية اللي بيكلم بلسان إسرائيل كأنه ولا أجدع متطرف إسرائيلي متشدد عندك مثلا المدام رشا نبيل في قناة الصهيونية القناة العربية اللي حوارها مع خالد مش هتحس أنه هو حوار مزيعة إسرائيلية مش مصرية طيب أنت تتحدث لنقاط مهمة تقول أن هذه مقاومة مشروعة من وجهة نظركم ولكن ما جاهده العالم على شاشات التلفاز في العالم الغربي كان انتهاكات من حركة حماس ضد المدنيين الإسرائيليين حتى أن الحركة وأنت مسؤول عن صورة الحركة في الخارج أصبحت تقرا بداعش سيد خالد تتابع معنا وعلى شاشات حجم الضمار وحجم المأساة التي يعيشها المدنيون في غزة هل كنتم تتوقعون هذا الوضع وإذا كنتم تتوقعون أنتم أقدمتم على خطوة كهكذا كيف كانت استعدادتكم كيف كانت أوضاع الملاجئ كيف كانت أوضاع المياه الكهرباء الوقود أنتم فاجأتم السكان في غزة على هذا الوضع الذي هو في الأساس صعب تمام كيف تطالب الغرب كيف تطالب الغرب والعالم والعالم بأن يناصر القضية الفلسطينية وما يتصدر المشهد الآن هي الممارسات التي ارتكبتها حماس باتجاه المدنيين الإسرائيليين سيد خالد أنت تعلم أن هناك تعاطف كبير اكتسبته إسرائيل من هذه المشاهد هل في فكر وعقيدة حماس التعامل هكذا مع المدنيين وهل يمكن أن تعتذروا عما حدث باتجاه المدنيين الإسرائيليين خلال عملية السابع من أكتوبر والله اسمحي لي سؤالك بسمحي لي مع الاحترام لك الاعتذار ينبغي أن يطلب من إسرائيل أنت سألتيني سؤال أنا وجه هل نحن الآن نضحي بشعب غزة مقابل أن يتم إحراز أي تقدم هل الفطورة الآن تكون شعب غزة أشكرك على فتح ملف الرهائن لأنه مهم للغاية ملف الرهائن هؤلاء أسرى وليسوا رهائن نعم هؤلاء أسرى وليسوا رهائن الأسرى أو الرهائن كما يقولون ليست هناك مشكلة في التعبير هذا ده أنا ساعة عم خالد مشعل أنا لو قلت لك خط السير البنت دي ممكن يجي لك يعني مرض جلدي دي راشا نبيل اللي كانت على دريم زمان اللي كانت واحدة من المبدعات في صورة يناير اللي كانت واخد خط دي تلميزة الأستاذ حافظ المرازي وكانت طلعت معاه في أكتر من برنامج دي كانت ثوراجية وحاجات والحاجات النهاردة راشا نبيل عشان راحت اشتغل في السعودية فخارة السردية الإسرائيلية ده الإعلام اللي بيردد نفس الرواية السعودية والخط التحريد ده واخدال القناة العربية في كل برامجها لأنها بتسمي اللي بيسقطوا من فلسطين بتسميهم ضحايا والمقاومة بالنسبة لقناة العربية هي دواعش مش مصدق صعبة جدا حيث ستضطر إسرائيل لإدخال المشات لمواجهة مقاطني داعش يعني وجها لوجه وهم يبحثون على هذه الأنفال من أجل تدميرها الآخر لعائلة أبو دقا في بني سبيلة شرق مدينة خانيونس السراء عن 11 شميلة حتى اللحظة وطواقم 11 ضحية عفوا معشرات الإصابات ونازلت مواقم ضحية ودواعش دي قناة القناة السعودية اللي كانت عاملها السعودية عشان تضرب بها الجزيرة مش بس القناة العربية السعودية إنما كمان فيه إعلامين سعودين صهينة زي الإعلام السعودي المتصاهن عبد العزيز الخميس اللي داخل على قناة إسرائيلية يتحدث وكأنه عدو في الليكود الإسرائيلي ويجب القضاء على حماس وما ينفعش الحرب دي تخلص غير لما تجيبه حماس دي على الأرض تخيل هيتكلم دلوقتي ده سعودي فضل انتهت هذه الحرب دون تخلص من حماس فهو انتصار الحماس وهزيمة لإسرائيل وهزيمة للعالم الحر حماس يجب أن تنتهي لكي تعيش غزة في أمان واستقرار وتعيش دول المنطقة الإيرانيين حركوها لأن أهدافهم في المنطقة بدأت تذبل المصالحات في المنطقة توجه الاقتصادي الاستثماري عشان كده هم أثروا هذه الحرب يحاولون يعطلون أي تقارب بين دول المنطقة دول أحفاد الشريف حسين بن علي نفس الكلام واخده المتصعين خالد منتصر اللي يكفي بس إنك تتصفح تغريداته عشان تسأل نفسك هو إيه الفرق بين خالد منتصر وإيه دي كوهين الإجابة سهلة مفيش فرق بص كده التغريدات غزة صارت خرابة للأسف لكن المهمة حماس بخير وعلى فكرة بطل نعب من أمريادس تشهد على الجبهة ما كانش قاعد في قطر جنب قاعدة السلية قلوبنا تنزف ودموعنا لا تجف على الضحايا الأبرياء الذين ورطهم الحمقى الأغبياء بس هي نفس الواسعين بالزبط وأخيرا نجم الإعلام السيطاني إبراهيم عيسى اللي خصص كل حلقات برنامجه لشيطانة حماس واتهمها بكل نقيصة اسمعوا كده إبراهيم عيسى فكرة الإعجاب أو الإعجاب خلينا نتكلم في الإعجاب بالخطاب الإعلامي الغاضب الزعق اللاعن المتهم بالعجز للحكومات العربية واللي بيعاير الدول العربية وطلع شاخط ناطر كده فبيرضي برضو القلوب الواجفة والقلوب الرهيفة اللي قلبها على فلسطين فبرضو بيكيفها الكلام ده قوي الصحاف حتى لو كان ملثما يعني أنا بس عايز أقول تعليق شكلي في الأول لعلاقة بإنه المشهد اللي بيظهر فيه متحدث الإعلامي لحماس محتاج بس يعني تأمل شوية يا جماعة اللي بيشوفوا كده بالظبط المشهد ده بالظبط بيظهر مع المتحدث باسم القعدة داعش أنصار بيت المقدس اللي هو الكادر المتصدر للمتحدث ملثم حماس دي في 2011 اخترقت الحدود المصرية وضربت في السيادة المصرية وأهانت الطراب المصر الوطني حماس دي دخلت احتلت رفح في ثلاث ساعات والشيخ زويت في ساعة ونص وعدنا قرابة من ثلاثة إلى أربعة شهر لغاية ما استعدها الجيش المصري في 2011 حماس دي اقتحمت السجون مع الإخوان المسلمين وأطلقت صراح سجلائها وسجلائها حزب الله وسجلائها الإخوان حماس دعمت وشغلت التنظيمات الإرهابية في سينة حماس شاركت ومسؤول عن قتل جنود مصريين في سينة وقطفوهم طب معلش أنا مضطر ميزو أحط الورق ده بس عشان أحيز أفضل براهيم إيسا عشان إيه أشتفه لأنه لازم يتشطف شوية لأنه كداب أشر هو هو أبراهيم إيسا اللي كان بيرد على كلامه وأنا أبراهيم إيسا الحقيقة واقع قدامي اليومين دول ويا أبراهيم أنا أعيد لك لأن أنت الإثبات الحي على ماذا تفعل الفلوس في تغيير النفوس هو هو أبراهيم إيسا اللي كان بيرد على نفس بيردد نفس الكلام وبيرد على اللي بيقوله على حماس إنها وحشة وشطان هو هو أبراهيم إيسا في 2008 هو هو نفسه هو وزده زاد شوية كمية الدهون زادت شوية الشحوم زادت أنا جبت لبراهيم إيسا مقال هنا سوشالون مصر طيب إيه رأيك إن موقع ذات مصر أعاد نشر مقال لبراهيم إيسا قديم بيؤيت حماس ويصف الحكام العرب بسلاطين ومماليك العصور الصليبية نخش كده على إبراهيم إيسا قديما من موقع ذات مصر أهو إبراهيم إيسا قديما يؤيد حماس ويصف حكام العرب بسلاطين مصر بسلاطين وماليك العصور الوسطى هب رأهم جوزة التي يحاول بعض تبريئة إسرائيل بها إن حماس سبب مجاز الإسرائيل في غازة هذا اللغو الشائن يأتي من الرؤوس والرؤساء والملوك والمسؤولين العرب الموالين لأمريكا ومن كثير ممن يكرهون الدين فيكرهون أي حركة دينية أيا كانت وأينما كانت وبصرف النظر والعقل عن سياق ما تكونه تسمع كثيرا هذه الساعات حكاية إن حماس السبب الذي دفع تل أبيب إلى ارتكاب مجازر في غازة وفلسطين ولكن السؤال هل كانت حماس بالمرة المسؤولة عن احتلال فلسطين وهل حماس كذلك هي التي حاصرت يسرع رفاة في رمالة وقتلته هل مذابح إسرائيل من دير يسين وكفر قاسم وبحر البقر وصبرة وشتيلة وقانا ومجازر إسرائيل التي يغفرها الرئيس مبارك ولم يحرق لها إصبعا في دفن مئات الجنود المصريين في صحراء سيناء هل كل هذه الجرائم والمجازر كانت بسبب حماس بقلم إبراهيم عيسى لا اصلي بقلم إبراهيم عيسى هو نفس إبراهيم عيسى هو ذات نفس إبراهيم عيسى بقلم إبراهيم عيسى لا لا هات المقال لا يخليك هات المقال حطه هنا هو نفسه إبراهيم عيسى حماس هي أكتر مبرات خصة التي يحاول بعض تبرئة إسرائيل بها إن حماس سبب مجازل إسرائيل في غزة هذا اللغو الشائن يأتي من الرؤساء والملوك والمسؤولين العرب الموالين لأمريكا ومن كثير ممن يكرهون الدين فيكرهون أي حركة دينية أياً كانت وأينما كانت تسمع كثيراً هذه الساعات حكاية أن حماس السبب الذي دفع تل أبيب إلى ارتكاب المجازر في غزة وفلسطين ولكن السؤال هل كانت حماس مسؤولة إحترال فلسطين هل حماس هي اللي حصرت ياسع عرفات في رمالله وقتلته هل حماس هي اللي عملت المجازر من درياسيم كافريقاسم بحر البقر صبر شتيلا قانا مجازر إسرائيل إنما هو قال حاجة لازم نقفه قدامها هو قال إن ده ربما يكون موقفه في 2008 لكن بعد ما حماس دخلت وقتلت واخترقت الحدود هو تغيرت نفسه والله تخيل حجم النفاق واللوع فلما لقى نفسه قالك أصل حماس غير 2008 ما كانتش اقتحمة حدودنا ودور على أي حجة يشوي بيها المقاومة وينقلب عليها 180 درجة تباني يا إبراهيم مش هزع عليك هردلك حتى على الحجة دي إذا كانت حماس فعلا هي اللي اخترقت الحدود المصرية في 2011 وهي اللي خرجت السجون ودور على أي حجة يشوي بيها المقاومة وينقلب عليها 180 درجة تباني يا إبراهيم مش هزع عليك هردلك حتى على الحجة دي إذا كانت حماس فعلا هي اللي اخترقت الحدود المصرية في 2011 وهي اللي خرجت السجوناء وهي اللي كسرت السجون هو مش كان أولى أن مصر تقدم حماس مش كان أولى جهاز مخابراتنا يمسك الحمسوية دول ويعلقهم من رجليهم زرع بصل ليه يا إبراهيم رئيس جهاز المخابرات السيد عباس كامل الشهير بعباس الملك راح ليه قيادات حماس في غزة وقاعد معاهم بالمنظر ده أهو ليه يا إبراهيم هما دول يا إبراهيم اللي فتحوا لما السجون هم قيادات حماس في غزة أهو تفضل ليه يا إبراهيم نسمع كده بصوا سلم عليهم واحد واحد يا إبراهيم هما دول اللي فتحوا السجون هما دول يا إبراهيم هما ما هي نفس قيادات حماس اللي كانت موجودة 2011 بص الحفاوة والحب والود إيه رأيك إبراهيم لو إن رويتك حقيقية إن حماس أصطعه في 2011 قتل جنودنا لو إيه وواسق قوي بينما نفسه إبراهيم الذي وصف مبارك بأنه قتل شعبه عبر سنوات وقف في المحكمة قال مبارك وطني لا يمكن أن يعطي أوامر بالقتل هو نفسه ما أنه يوم الجمعة أنا أعيد لك أنا يوم الجمعة أنا أعيد لك إبراهيم عبر عشرات المقالات في جريد الدستور يصف مبارك بأنه يقتل شعبه بالزراعات المسرطنة بالميا الملوسة بالمشعارف إيه ويقف بعد ذلك في المحكمة يقول مبارك كان زعيم وطني ولا يمكن أن يكون أصدر أوامر بضرب النار هو ده إبراهيم إيسا أسيبك من كل ده إبراهيم إيسا نفسه في بداية عملية 7 أكتوبر 2023 كان أشاد بحماس أشاد بالمقاومة اللي كسرت الغطرس تصدر كده عندما ترى الموت غطرس يوهان فأنت بطبيعة الحال بتجد نفسك أمام لحظة من لحظات إحساس بالعدالة الإلهية ثم لما تلاقي مجموعات عربية فلسطينية بصرف النظر هي بقى حركة حماس ولا غيرها بتقوم بهذا العمل اللي فيه مفاجأة لإسرائيل اللي فيه قدرة عالية جدا على الضبط والانضباط وعلى التخطيط وعلى التنفيذ الماهر البارع على طول بالتأكيد يحصل نفس الولاء العربي المشترك بأنه نستطيع أن نفعلها وأنه هذه القوى التي لا تملك إلا بضعة يعني أسلحة بداية أو صناعة محلية معمولة في مخازن وورش في غزة أو في أقربية وأنفاق تحت الأرض تستطيع أن تتحول إلى هذا الوحش اللي يضرب الغطرسة الإسرائيلية ويسقطها أو النشوات مراوح كده زي المراوح اللي بتبقى موجودة غالبا في محلات الترزية أو المحلات البقالة الأديمة تتحول إلى طائرات شراعية أو منطاد قادر على أنه يحمل شباب يخترق الجدار الحاجز ويهدد القوى الإسرائيلية هذا عمر بالتأكيد جعل من قطاعات واسعة اللي لم تكن معظم اللي لم تكن أغلب العرب في حالة من حالات لاعتزاز بالمشهد الحقيقة هو نفسه براهيم عزيز المشاهد يوسف نقول لك هو ده براهيم عزيزك ده في أيام يعني هو في 7 أكتوبر قال الكلام ده 8 أكتوبر مثلا بعد 8 أكتوبر وبعد الرواية دي بدأ يتبنى الرواية العكسية بقى أني حمس هي السبب وأني حمس ضيعتنا وأني حمس دي كذا أو أني حمس دي كذا أوه براهيم سنوات بيكتب عن أن مبارك قتل شعبه ده أنا جايبها لك بالنص قتل شعب سنوات بيتهم مبارك بأنه بيقتل شعبه بس لما جاء في المحكمة في حكم مبارك قال لك لأ مبارك زعيم موطني ولا أظن أنه ممكن يكون أصدر أمر بإطلاق الرصاص إيه اللي حصل طيب ليه التحول ولا تبنى إعلام براهيم عيسى الصيوني ده أنه يخفي عورة أنظمة فزدة خينة زي ما بيقول الأستاذ حافظ المرازي اللي كتبه يقول كلما زاد غضب الشارع المصري على مواصلة إغلاق معبر رفح لإغاثة الشعب الفلسطيني يتم تخويفه بفزاعة جديدة بعد فزاعة التوطين الذي يرفضه أصل الفلسطينيون ولم يحدث حين وافقت كونداليز رايس على فتح المعبر في حرب غزة 2008 ولا يحتاج الأمر لمزايدة أحد بغض النظر عن أحلام الإسرائيل هو إغلاق لا يبرر عدم مساعدة أهل غزة الفزاعة الجديدة هي شيطانة حماس من الأدراج القديمة للثورة المضادة بأن حماس هي العدوم المشترك ومطلوب تصفيتها فقد اقتحمت سيناء في 2011 وهي التي فتحت السجون المصري لإخوان وغيرهم والحقيقة واهم وأخطر شهادة على أن فتح السجون كان بأوامر من جهة عليا في مصر لإجهات ثورة يناير اسمعوه في هذا المقطع من برنامجي بتوقيت القاهرة من 11 سنة بقناة دريم فضل وراح حط الفيديو بتاع الحلقة بتاعته بتاعت الأستاذ حافظ المرازي اللي بيعترف فيها أحد اللواءات بأنه صدر أمر بفتح السجون والحلقة دي موجودة ما عرفش زميلي في الأعداد ما جابوش الجزء دا ليه موجودة موجودة حلقة رسمي بيعترف فيها قادة الداخلية لأستاذ حافظ المرازي بأنه صدر التعليمات وأوامر بفتح السجون ومات فيها اللواء البتراوي الحد الوقتي أو البتران الحد الوقتي مش عارفين مين اللي قتله بينما معروف إن اللي قتله قناص من الداخلية وأهله حتى الآن بيدور على حقه دا الإعلام المتصاهي شفنا الإعلام المنافق بتاع أحمد موسى وعمر أديب اللي هو يخلط الأوراق الحلال بالحرام بالحاجات بالمدني بالعسكري شفنا الإعلام المتصاهية اللي بيتبنى الرواية الإسرائيلية وهي شيطانة حماس نروح بقى الأخطر أنواع الإعلام فيه رأيي وهو الإعلام الخبيث المسموم وده أخطر أنواع الطابور الخامس اللي بيين لك إنه هو وطني حكيم بس في نفس الوقت بيوصل رسائل وفي نفس الوقت بيعمل على توصيل رسائل دي اللي بتخدم إسرائيل وبتخدم مخاططاتها النموذج ده بقى عندنا الكهن الأكبر ليه هو عماد الدين أديب عماد الدين عبد الحي أديب اللي بيعتبر الهجوم على حماس عار حلوهو لكن في نفس الحلقة بيردد نفس الابتهمات المتفابريكة ضد حماس اللي هي بيرددها إبراهيم عيسى إن حماس شيطان نشوف كده عماد الدين أديب اللي كودي أو الصهيون العرب اللي هو فكرة إيه؟ إنه حماس دي إخوان وحماس دي كارثة وحماس دي طبع إيران حينما يكون هناك طرف مقاوم في حالة حرب من العار من العار وهو يحارب إن أنا الآن أبقى كل جهدي في توبيخه أو التقليل منه أو محاولة إن أولع فيه لا كتائب القسام أو وحدات القسام هي أصلا جزء يعني متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين بل هي جزء من من تنظيم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين لما شفناهم شفناهم على أسطح في ميدان التحرير في ثورة يناير من ضمن القناصة اللي كانوا موجودين فوق وفي يعني قتلة ليهم في العمليات اللي تمت فيه سيناء وموجودة بالأسماء وبالصور وبالأسلحة وبالمتسكلات وبالمخزن السلاح وبالتموية معلش هو ما تيجي هنا هو وإيه دا شوية عماية كدا اللي كانوا على الأسطح موجودين بالأسماء وبالصور وبالتواريخ وبالحجائي فين دا بقى فين عندك في البيت ولا أنت بخزنه في حتة يعني بالأسماء وبالصور هرقى أحد منكم سيبك من هرقى الحب السقارة هرقى أحد منكم صور لجماعة الإخوان على أسطح الأمارات في التحرير تم تورونا وبالأسلحة بس شوفت أمان يقولك من العار أنك أنت الحقيقة من العار أنك أنت تشيطن جماعة حماس بسوى في نفس الوقت يطلع يقولك معلش أصل إسرائيل والتوطين والحاجات ما أنت معارضش الجزء الثاني صحيح يعني معارضش الجزء الثاني يعني يطلع يقولك من العار أنك أنت تشيطن حماس بس في نفس الوقت لا أستوى برضو التوطين وإنت مجبر ودول مش عارف إيه والحاجات والجو عمادي الدين أديب يبان وطني وبيقول أن اللاجئين إحنا ما تعرضناش دي خطأ تاريخي أعرضها كده القسام أو وحدات القسام هي أصلا جزء يعني متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين بل هي جزء من من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين لما شفناهم شفناهم على أسطح في ميدان التحرير في ثورة يناير من ضمن القناصة اللي كانوا موجودين فوق في يعني قتلة ليهم في العمليات اللي تمت فيه سيناء وموجودة بالأسماء وبالصور وبالأسلحة وبالمتسكلات وبالمخزن السلاح وبالتنوية هنا عار أنك تتهم حماس وتولع فيها هنا هي جزء من المشهد بتاع 2011 الوحش اللي هو فتح السجون واللي هو الأسطح العمرات طب أنا حافظ الأستاذ حافظ المرازي كانت كلم على الفيديو ده أنه الدخلية اعترفت بأنه جات لهم أوامر بأنه فتح السجون في 2011 يعرض كده الفيديو من دول الاثناشة السجن حضرتك فيه سجون تم فعلا اقتحمة منها الخارج ده موضوع غير قابل للنقاش وسجن المرج والسجن اللي بيتكلم تحت مين المقدم عمر الدرديري مدير مباحث سجن أسيوت أوكي العرب بقى السجون هربت إزاي يسأل في ذلك قيادات في مصلحة السجون اللي كانت موجودة في هذا التوقيت واللي تستشفت حداك من رد على السؤال ده اللي حصل معنا تحديدا في سجن المانيا كان يوم 14-2 وكان أيامها اللي هو مرص المراد اللي هو مدير أمن القاهرة حاليا كان مدير أمن المانيا وأنا طبعا حداك عارف كانت نلقا تعطعت كل الاتصالات بيننا وبين قياداتنا في المصلحة من يوم 28 يناير لكن احنا ومعايا زباط أحسن مني موجودة في السجن لأن احنا حسن بالمسؤولية خدنا احنا الإجراءات بتاعتنا من غير ما حم نرجع لحد وقعدنا بيتين في مكتبنا 38 يوم متصلة بالكامل فجأة يوم 14-2 أثناء محاولة الهرب كان الأربع قوض لمفتحين بحوالي 150-160 مسجون فقط اللي كانوا موجودين من قوة 1500 مسجون في سجن المانيا وخطفوا أربع أفراد خدوهم كرهينة وصيلة ضغط علينا عشان يهربوا وكانت مفاتيح السجن كلها معايا وصل اللي هو محصل مورات خلال 10 دقايق تقريبا من إختار مشاولة الهرب طلبت من سيادته أنه هو يديني ظابط أمن مركزي بالغاز فقط عشان ألم الماء وخمسين مسجون وسيطر على الموقف فجأتي بسيادته رفض تماما قررت الطلب عليه أكتر من مرة عشان ما تقولش على حضرتك رفض تماما في خلال فترة رفضه قعدت حولي طبعا أنا عارف أن المساجين اللي جاء بتكسر القوض على زميلهم وبتخرجهم إلى أن وصل عدد المساجين اللي خارج الغرف من 186 قوضة اتفتح عندي 113 قوضة بأن فيه من الزلاء الإعدام والنزلاء الشديد الخطورة في اللحظة دي أنا كان بيتبضى بلزهني كل الكلام اللي كنا بنسمع من يوم 28 نار عن الإهمال والزباط المتعمد أنا كنت رافي بالكلام ده وكنت واحد من الزباط اللي يمكن أصدق يعني إيه ظابط يسيب مكانه أو يعني إيه ظابط يفتح سجل لكن عشان أكون صراح مع حضرتك ولي شهد أمام ربنا أن في اللحظة دي من الموقف المتخزن اللي هو مفس المراد وهدوء الأعصاب الشديد اللي هو فيه اللي مش متناسب إطلاقا مع الموقف وخطورته اللي احنا فيه جاء على زهني الكلام من اللي أنا كنت برفض وروح تلي السيادت والترى فأنت منا جيت لسعتك أكتر من مرة تفضل خليك على مكتبك بره وأنا هتصرف طوح ركني ساعة ما جيت أنت بتتصرفش في حاجة وبعد إذن حضرتك اللي في دماغ ساعدتك بالحرف الواحد وصف حفظ اللي في دماغ حضرتك مش هيتم عندي قال لي يعني يغطر عن ساعدتك مفيش مسجون هيهرب من سجن المانيا اللي على جثتي فاللحظة دي الأفراد اللي موجودين كلهم حدثوا فعلا أنهما محدش فيهم جبان فقوة بيه رح سياتهم يديني ظهروا رح متصل بالموبايل بتاعه قال لي تصدى لبيه تكلم مين يا فندم قال لي عادل بيه فايد كلمت عادل بيه فايد على التليفون أو أمر عادل بيه قال لي يا عامر يا ابنى أنا خوفي الكبير قال لي يا فندم أنت انتصبتك وأستاذنا أمرني قال لي أنا خايف عليك يا ابني اسمع كلام محسن بي وطلع بره وصيب أواية تصرف قال لي يا فندم وكل ما حد يتكلمني قال لي خليك بره خليك بره للمرة بقرارها لحضرتك أنا مش هسيب مكاني وما فيش مزجون هيهرب من سجن المانيا وكان معنا زباط جيش تشرف وزباط أمن مركزي وقوات أمن في المانيا تشرف بدون مذكر أسنع عشان ما سببش لحد فيهم إجراء وأبقى أنا اللي واحد اللي متحمل نتيجة هذه المداخلة التليفونية فقط لغير ولغينا محسن جمراد واقتحمنا العنبر وربنا وفقنا وطلعنا الأربع لمخطفين من جوة وثلاث مساجين توفقهم الله دي الشهادة للتاريخ يا أعماد بي أديب دي الشهادة للتاريخ يا أبراهيم بي عيسى إن تقتحم السجون كانت خطة من الداخلية وإنه حماس ما لهاش علاقة بالقصة دي والدليل الأكبر كمان ما قد يحدم الداخلية هو كان مدير سجن وقتها وبيكلم على قيادات كبيرة زي عدم الفايد ومحسن مراد الدليل كمان إنه عباس كامل اللي مشغلك راح استقبل أو كان في ضيافة قيارات حماس وعادي جدا زي الحلاوة أما الأخ عمال الدين أديب اللي بيقولك إنه إحنا عندنا الصور ومخزن السلاح وأسماء الناس اللي كانت في أسطح التحرير فلو ذكر طلعها أبقى إنه 11 سنة 12 سنة 13 طلع الصور عماد يبان وطني يقولك إن قبول اللاجئين خطأ تاريخي لكن يكم يقول لو عملنا كده أمريكا هتزعل هتزعل مننا وإحنا عندنا التزامات وصندوق نأدو غيره ومديونين في الآخر أنت مضطر إنسانيا لقبوله هو ده عمال الدين أديب بالضبط تفضل قدامها في وجهة نظري نظريا هنا ما بقولش أديني من الأول قلت لك إن مصر لن تقبل لكن في علم الاحتمالات الافتراضات العلمية لو قبلت تبقى ارتكبت خطأ تاريخي وحاشا لله إنه هو القيادة المصرية توافق على ذلك وإذا وإذا رفضت صنفت في القوى الغير المتعاونة وهم أصلا مش بلعنا من يوم 30 يونيو 2013 فهما أنت في وقت داخل في محادثات مع جهات دولية بتخش بتحارب عشان تدمي اقتصادك عشان تنفتح على العالم عندك مليون ألف قضية وقضية في هذا الوقت أنت دولة أقلها مش معادية لا غير متعاونة الخوف بقى من إيه اللي أنا خايف منه إنه ييجي يقولك العمليات زادت يعني بعد 6 شهور بعد 8 شهور ييجي مذابح أكثر من اللي موجودة دي عشرة أضعف وتستحيل الحياة الضغط الإنساني والضغط النفسي والضغط السيسي كقائد وطني لا يمكن يقبل لا يمكن مستحيل وحاشة لله إنه يقبل بس هو لو ما قابلش هيبقى هنا رجل مش متعاون ويبقى عدو هما مش قابلنا من 30 يونيو وإنت برضو عندك يعني شو هتصندوق نقده عندك شو هتفلوس وديونه بتاع قديب يبان قلبه على أخواتنا ووطني هو بيقول لازم نوصل المساعدات لألينا في غزة لكنه في نفس السطر يقول لو دخلناها معناها أننا من حارب إسرائيل وأمريكا وإحنا مش قدوهم هو نفسه أمد دينادي مساعدات زي ما حضرتك تفضلت بواسطة الجيش المصري أنت مشؤول أنت مشؤول رسميا وفعليا ومنطقيا أنك تصل بالمساعدات إلى بوابة المعبر دخولك فيها مخالف لاتفاقية كام ديفيد دخولك لها مخالف للأعراف الدولية دخولك لها يعتبر خرق لأمور كثيرة جدا إلا لو جيت إلا لو جيت ورحتم طلع البيان رقم واحد وقلت أن أنا بلجي اتفاقية كام ديفيد ده أن مرة واحد نمرة اثنين أن أنا بعمل خط أمن من منطقة كذا من منطقة كذا يدخل في مدينة غزة ده يعني أنك دخلت عزل أرض مباشرة إعلان حرب مع دولة هو ده عمد أديب كل شيء وعكسه حماس مقاومة محترمة حماس فتحت السجون وتبع الإخوان وعندنا أسماءهم هو ده عمد أديب لازم ندخل لغزة المساعدات لازم لأن ده واجب وطني وإنساني بس لو دخلنا هننضرب إلا إذا أعلننا إسقاط كام بديبل هو ده عمد أديب مش حاجة هو ده الطابول الخامس اللي هو يوسلك لمرحلة لو سكرت ربنا هيزعل مني وهيبقى اعتبرها زند بس لو ما سكرتش هتقطع عني عيشي وشغلي أي عمد تبنعمل إيه يعني إيه الحل يعني نولع في حماس عيب مش وطنيين برضه تبنحب حماس عيب هم السبب الطابول الخامس للأسف هو أخطر علينا من إسرائيل ونتانياهو إنت تعرف عمد بيعمل فيك إيه بيحطك في الخلاط عارف أنت البسترة سخن سائع تصل لمرحلة ما ليكش قرار سيب غيرك ياخذ القرار بقى هو ده المطلوب إن الشعوب تتخطخط كده إن إنت وإنت قاعد سلبيت وإنت بتسمع عمد أديب يحصل لك كده تربلة إيه ده إيه ده أيه صح ده صح أيه إيه ده وده صح إيه بقى تب بص يا جماعة وإنها بقى أنت عبت شوفوا أنتوا عايزين تعملوا إيه واقوى المطلوب وإيه ده دور الطابول الخامس ودي نتيجة عمد البسترة إنك إنت تصل لمرحلة إنها مش قادرة أخذ قاعدة يا جماعة خذوا أنتوا وأنا موافع عليها حاجة تعملوها الطابول ده أخطر علينا من إسرائيل والصهاينة ونتنياهو الصهاينة العرب والمنافقين العرب والخبثاء العرب في الإعلام اللي ضربنا بلكم ضربنا لكم نمزج ليهم دلوقتي النعارضة بيتكلموا بلسان عربي مبين آه والله لكن قلوبهم وأهدافهم عبرية إسرائيلية تخدم مصالح إسرائيل وتبرر سفك دماء أطفالنا ونسائنا وأهلنا في جزة واتماهد كويس أول تصفيت القضية الفلسطينية وده زي ما كتب أستاذ العلوم السياسية الدكتور مأمون فيمدي اللي كتب وقال لدي رغبة في حرق المراكب كلها والجسور كلها التي بنيتها طيلة حياتي مع أناس بني أدمين يعني كنت أتوسم فيهم الحد الأدنى من شيام العروبة وقيمها وفوق كل ذلك قيم دين الحنيف من حقك أن تنتقد الفلسطيني الملق على الأرض أشلاء مع أطواله ولكن بكل هذا الفجور هذا ما لا يحتمل الخلاصة يا حضرات أحذروا الطابور الخامس العربي أحذروا الناس اللي بتتكلم بألسنة عربية ولكن قلوبها عبرية أحذروا الألسنة العربية التي هي أشد تطرف من الإسرائيليين هم دول الأخطر علينا من الحرب البرية وخصف الفانتوم والأف 16 هم دول اللي قال عليهم الراجل إيميليو وهم داخلين مدريد هم أربع طوابير عسكرية صحيح أو أربع فرق بس عندنا طابور خامس والطابور الخامس ده هو الأشد هو اللي بيلعب في قلب العدو في قلب مدريد وكده نجح الانقلاب العسكري في أسبانيا نجح آه صح بالضغط العسكري لكن النجاح الأول في قلب مدريد بالطابور الخامس إنك تبلبي للناس إن الناس ما تفهمش إيه الصحة من إيه الغلط إن الناس تصل لمرحلة إن أنا مش عارف أخذ قرار وده دور الطابور الخامس ويسيب بقى مين اللي ياخد القرار السيسي ومحمد بن سلمان ترجمة نانسي قنقر